مساء الخير طلاب اليوم رح نشرح المثالين اللي انطيتكم ياها واجب واللي معرف ريش ما جاوبتوا عليها The car is moving from the origin point displacement 5 km with angle 30 in x axis find component vector إذن عندي سيارة حركت من نقطة الأصل وقطعت إزاحة مقدار الإزاحة 5 km بزاوية إذن عندي الزاوية أول فقرة أحدد الزاوية 30 درجة والإزاحة هي 5 km find the component معناها جد مركبتي السيارة الملاحظة اللي لازم تأخذها بنظر الاعتبار أي متجح ما ممكن تحلله إلا إذا عمل زاوية مع الـ x axis يعني المتجح من درجة أقوله هو الإزاحة أو السرعة أو القوة هذا معناها متجح إلا يصنع زاوية يلا يحلل إذا ما صنع أي زاوية ما ممكن يتم تحليله هاي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية إذا المتجح أمل زاوية ولكن هذه الزاوية مقدارها 90 أو 180 أو متممات مكملاتها يعني مثلا نطيق مركب متجحين 31 و61 صنع زاوية 30 وصنع زاوية 60 فإذا تأخذ المكملة ما لـ 30 والمكملة ما لـ 60 هذه معناها يطبق عليها نظرية فيثاغوس لا يمكن أن يحلل يعني المتجح الأول إذا صنع زاوية 30 والمتجح الثاني صنع زاوية 60 معناها هذا واحد يكمل الأخ صارت 90 فهذه المتجحين متحللها إلى ساين وكوسان رأسا إذا كانوا بنفس الاتجاه يجمع المحاصلة مالتهم وإذا كانوا عكس الاتجاه تطرح وهذه بعدين رح نساوي بيها فيديو آخر إذن رح نأخذ هسا عندي إنه هذا المتجح رح رسم وتشوف اللي هو هذا X X وهذا Y لاحظ إنه المتجح 5 كيلومتر إذا صنع زاوية 30 إذن هذه هي الزاوية مالتي إذن هذا هو المتجح اللي هو مالتي إذن نقدر نقول عليه ونحط بالمتجح مالتي 30 درجة فأني رح أحل له إلى المتجح اللي باتجاه محور السينات اللي رح يصير أحنا نسميه AX والمتجح الآخر اللي هو هذا بهذا الشكل رح يصير B أو A العفول إنه هو نفس المتجح A Y لكن نشوف شنو AX AX دائما حتى ما تنساها ياخذ القريب من الزاوية هذا القريب المتجح والقريب هو دائما متجح الكوساين فإنه رح يصير A كوساين الثاتة والA Y هو البعيد الزاوية فياخذ AY رح يصير A لكن ساين الثاتة القريب من الزاوية نسميه المجاور والبعيد اللي هو المقابل الزاوية فإذن AX رح يساوي لك A هو مقدار المتجح أشقد مقدار المتجح مال تي خمسة إذن خمسة وآخذ كوساين لثلاثين بينما الواي رح يساوي لك خمسة ساين الث لثلاثين لاحظ شون دائح الآن واحد مقابل الأخ هذا الثلاثين هو كوساين مال تجرى ثلاثة على اثنين أو هذا زاوية خاصة يعني إذا نطقي بالسؤال فهو كرم منها هو ما ينطي فنقول الخمسة في كوساين 30 إما تكتب جرى 3 على 2 أو أنت حافظ ها 0.80 والساين خمسة في الساين مال هو 0.5 إما تكتب 1 على 2 أو 0.5 وهذا رح يصير 40 مضبوط لأن قطعت الفارزة طبعا كيلومتر وهذا رح يصير أيضا 25 ونقطع الفارزة هاي كيلومتر هذا أول سؤال نطينا ما أصور هو صعب ولكن هذه طريقة التحليل عندك نأخذ السؤال الثاني اللي هو إذا تحرك جسم من نقطة الأصل منطبق على المحور X ونطاني المتجه الأول يعني أقدر أقول A يساوي 4 كيلومتر حتى أعرف and change غير is movement غير حركته making angle غير حركته وصنع زاوية إذن المتجه الثاني رح يصير واللي هو with X axis with displacement كان 3 كيلومتر ولكن بزاوية اللي هو مقدارها جقد الزاوية مال في making angle 45 إذن عندي زاوية مال متجه الثاني اللي هي 45 درجة بينما المتجه الأول ما عنده أي زاوية إذن هذا ما رح يتحلل بس عنده زاوية يتحلل هذا ما تطي نفس الدرجة مال زاوية للمتجه الثاني هذا السؤال طالب سألني يا قال يصير أنطي نفس الثيتا 45 لا هذا يعني بالضبط بهذا الشكل تحرك بمقدار 4 كيلومتر ورجع غير وصنع زاوية مقدارها 45 صار هذا المتجه الأول وهذا المتجه الثاني الأول من مشه بدون أن يغير أو بدون أن يصنع زاوية لكن الثاني من تحرك أو مشه مشه بحيث تحرك بزاوية صنع زاوية مقدارها 45 إذن هذا ما يتحلل هذا لا يحلل لأن ما عندي زاوية فقط التحلي الوان رح يكون رح يكون على B رح يتبه هنا حتى تعرف B رح يصير B X و B Y B X لا هذا B X وهذا لو هنا يصير Y يصير B Y B X شي يصوي لك B Cos Theta وهنا شي يصوي B Sine Theta بينما هذا فقط تحرك على محور لاحظ وين تحرك على محور X إذن هذا رح يكون كأن A X فقط لاحظ هذا ويا من أجمع ويا B X لما أطلع result multi R X لاحظ أنت B X على على 2 و يساوي لك B X رح يساوي لك 2.1 لو أطلع الBY رح يساوي لي B اللي هو 3 في Sine 45 و يساوي لي 3 أيضا Sine نفس الكوسine بال 45 ما تتغير 0.7 لان الكوسine 45 نفس كوسine 45 ويساوي أيضا 2.1 هذا B Y لما أجي أطلع R R أني شنو عندي result ما تتغير R X plus R Y تحت الجذر طبعا والR X ما أنساها تربيع والR Y تربيع زي R X ما أول شي غير عرف شنو هي R X هي من جاية من A X زائد B X A ما تحلل ما بها زاوية جمعتها ويا من ويا B X إذن R X رح تساوي 4 plus 2.1 R X تساوي 6.1 أو 6 كيف أكلين هي مجرد يعني للتقريب 6.1 تربيع أو تريد تكتبها فقط 6 زائد R Y ما عندي بها تحليل وياها A Y فلذلك كما هي تنزل 2.1 تربيع تحت الجذر هذه تقدر تقول 6 تربيع 6 3 هذه مقدار R مالتي زين لازم أطلع شنو مقدار واتجاه إلا نحتاج شنو إلى تان الثيتة وتان الثيتة شي يساوي لي R Y يطلع 2.1 2 يعني على 6 ويساوي 1 over 3 تان ثيتة ولما نتقسم الواحد على ثلاثة يطلع لك 0 3 ثلاثة هذا الرقم هذا الرقم لازم يطلع نفس هذا الرقم حتى أطلع العزاوي إذن ثيتة يؤدي إلى أنه ثيتة تساوي 19 درجة الرقم من يتقسم لازم يطلع نفس اللي عندك مطيك يا بالسؤال حتى تعرف الثيتة من عنده انتهى درسنا لهذا اليوم